بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين نتحدث في هذه المحاضرة بإذن الله تعالى عن رواية الحديث بالمعنى وشروط الرواية بالمعنى اختلف السلف في رواية الحديث بالمعنى فمنهم من منعها ومنهم من جوزها فمنعها طائفة من أصحاب الحديث والفقه والأصول منهم ابن سيرين وأبو بكر الرازي وأجازها جمهور السلف والخلف من المحدثين وأصحاب الفقه والأصول منهم الأئمة الأربعة إلا أن من أجاز الرواية بالمعنى اشترط لها شروطا وهي أن يكون الراوي عالما بالألفاظ ومقاصدها الشرط الثاني أن يكون خبيرا بما يحيل معانيها هذا كله في غير المصنفات أما الكتب المصنفة فلا يجوز رواية شيء منها بالمعنى وتغيير الألفاظ التي فيها وإن كان بمعناها لأن جواز الرواية بالمعنى كان للضرورة إذا غابت عن الراوي كلمة من الكلمات أما بعد تثبيت الأحاديث في الكتب فليس هناك ضرورة لرواية ما فيها بالمعنى وينبغي للراوي بالمعنى أن يقول بعد روايته للحديث أو كما قال أو نحوه أو شبهه هذا والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم